تمام احنا طبعا هناخد السوش الميديا بيبقى عندنا كده زي فيديو اشرح لحضراتك برضو بيبقى عندنا زي فيديو بنزله للجماهير علشان وبنحاول نزوم يعني نباكسل شوية الصورة علشان الجماهير تعرف مين اللعب خلينا نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية ناخد اجابات جماهيرنا عرفت مين وان ليس؟ هو ده انا اللي اقول؟ ادري انا مش احنا عندنا الجماهير بتجاوب على ده بس حراك معرفتش؟ حراك معرفتش؟ اقولي يعني؟ طيب خليني اناقول من ده اقولي بحل تالك ما هم حلو هم حلو؟ اه اه طب خلينا ناخد اجابات الجماهير كده في الاول معانا في البداية عمر سوسة اه صح؟ معانا عمر زيزو بيقول سوسة بعد كده اتجار سوسة طبعا معانا احمد محمود بشكرك يا احمد كتر خيرك بيقول سوسة المتقلق كمان رودي بشكرك يا رودي مساء الفل عليك بتقول طبعا هو نجم كرة السلة سوسة المتقلق في مبارات الاهلي الاخيرة وبتوفيق لملوك السلة في كاس العلم الاندية في شهر فبراير عبدالحفيز السبعاوي بيمسي على حضرتك وعلي يا بشمهندس وبيقول ده سوسة نجم الزمالك وحب بقول انت لعيب كبير ومستنين منك الكتير في الفترة القادمة تحياتي لليك طيب خلينا نشوف الفيديو الحقيقي ونرجع لحضراتكم وراء تاني طبعا هو اتجار سوسة اللي عمل مباراة عمره بصراحة هو بقاله كذا ماتش مختلف اه اه يعني الجماهير شوية هتبتنتقده كتير بقاله كذا مباراة مختلف تماما عن الفترة الاولانية يعني صحيح نتمنى ان هو هيكمل بقوة يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق ونتمنى الزمالك يكون داخل كاس العلم للاندية بإذن الله بكامل صفوفه بقوته الضربة زي ما بيقولوا لانها اكيد فكرة انها في مصر كمان هتفرق معينا بشكل كبير جدا معناولي اتمنى طبعا ان الزمالك يظهر بمظهر مشرف البطولة دي بطولة قوية وبطولة عالمية